الى ذلك عقد ممثلوء الدول الموقع على الاتفاق النووي اجتماعهم الاول دون الولايات المتحدة وذلك في العاصمة النمسوية فيينا ولم يحرز الاجتماع اجتماع اللجنة المشتركة يتقدم يذكر حيث لم يتفق المجتمعون على آليات عملية لتأمين المطالب التعجيزية التي تقدم بها المرشد الاعلى الايراني لبقاء طهران في الاتفاق وبحسب مراقبين فان النظام الايراني يستغلوا رغبة الاتحاد الاوروبية البقاء في الاتفاق لتحقيق مكاسب شخصية عبر استغلالهم وتعويد الخسائر المترتبة على العقوبات الامريكية